إذن لمناقشة ما ورد في هذا التقرير ينضم إلينا عبر اسكاب من برلين الكاتب والباحث السياسي أحمد العلواني أستاذ أحمد حياكم الله يعني بعد تكرار تظاهر منتسبي في شركة بيزنس انتل المسؤولة عن أمن مطار بغداد وذلك من أجل المطالبة برواتبهم يثار التساؤل كيف تمكن المدير المفوض للشركة بأنه يقوم بتهريب رواتب الموظفين والمخصصات أخرى تقدر بملايين الدولارات كيف تمكن من الهرب أستاذ أحمد السلام عليكم تحية طيبة لحضرتك والمشاهديكم الكرام طبعا هناك حالة نصف واحتيار يتعرض لها موظفين هذه الشركة بالتعاون مع المدير المفوض الأستاذ فراسي العزاوي ومالك الشركة أو مدير الشركة الإقليمي حفيظ أوكتا يعني هذه الموظفين حسب شهادات أيضا سجلت لدينا موظفين حتى ليسوا عراقيين من أوغندا ومن أفريقيا ومن دول أخرى صومال ذكروا أنه لم يستلموا رواتبهم لمدة طويلة يعني وصلت إلى مدة ستة أشهر يتم منحهم كمنح وليست رواتب يعني هذا الموضوع كان هناك تعاون أسمح لي أن أشير إلى أن هذه الشركة مثل ما أنتوشرت بتقريبكم معلومات دقيقة جدا أو لهذه الشركة هي بالأساس ليست شركة أمنية معنية بأمن المطارات وإنما شركة مسجلة في مدينة أنتوريو الكندية كشركة سياحة وتجارة ألكترونيات لكن كانت المناقصة بعد طرد شركة إنقول طرد وأقصاء تلكت الجي فور أس البريطانية المتخصصة لمدة 12 عام في حماية أمن المطارات وتقديم الخدمات في المطارات تم إقصائها من قبل فصيل مسلح داخل العراق وكنا نشاهدنا كيف أنه تم طردها أيضا يعني هذه الشركة والاعتداء على موظفها وتم منح عقد شركة بيزنس أنتل التي هي ليس من اختصاصها وأيضا قدمت وثائق مزورة وثائق مزورة التي قدمها اليوم أكوظبارة موجودة لدى هيئة الطيران المدني وأنا مسؤول عن كلامي أنه قدمت هذه الشركة سي في وقدمت أنه شادات خبرة أنه عملت في أربع مطارات في أفغانستان بعد البحث والتقصي حاول هذه المعلومات يعني بعد أنه ورود هذا التقرير وبحث والتقصي وجدنا أن هذه الشركة لم تعمل حتى في أفغانستان يعني ليس لديها هناك لا مكاتب ولا عقود ولا استثمارات لكن موجودة في العراق أنه لديها عمل طبعا من شروط التعاقد والمناقصة التي كانت مطروحة في شهر إكتوبر عفوا في 2022 عندما طردت شركة G4S البريطانية كان أنه يجب على الشركة التي تفوز بعقد تقديم الحماية والأمن في مطار بغداد أن تكون متخصصة في مجال الحماية وتقديم الخدمات الأمنية طبعا هناك حدث نوع من أنواع الوساطة وتم منح العقد لهذه الشركة طبعا تكلم كثير من النواف ليس فقط الأستاذ عامر عبد الجبار وإنما النائبة عاليا صيف أيضا تكلمت بخصوص هذا الموضوع لكن ما ذكروا أسماء يظهرون بالإعلام هم مواجبهم طبعا تشريعي ورقابي وواجبهم مسالة حتى رئاسة الوزراء باعتبار هيئة الطيران المدني لديها أطباط رئاسة الوزراء لكن نحن اليوم خلنا نتكلم بشكل صريح للشعب العراق لدينا وثائق ونتحمل المسؤولية القانونية أنه الأستاذ عماد عبد الرزاق الأسدي هو من رتب هذه الوساطة الوساطة حتى بعد انتهاء عقدها في شهر أكتوبر 2023 أمطاها تمديد مدة ستة أشهر أمطاها تمديد ليش لأن هذه الشركة تعرضت إلى ابتزاز يعني نشوف حتى الضغط على الموظفين حدث نوع من أنواع الضغط على الموظفين وتم تهديدهم أنه أنتوا أثيرون الأمن والقلق من قبل فصيل مسلح وهذا الفصيل ولكن أستاذ أحمد في هذا السياق حتى لا نغادر هذه النقطة هنا قرار حكومي بفسخ التعاقد مع هذه الشركة صادر في كانون الثاني من عام 2023 لكن هذه الشركة بيزنس انتل ما زارت تمارس عملها في المطار هذا يدفعنا إلى السؤال يعني يبدو أن هناك من يدعم هذه الشركة من متنفذين في العراق هل هذا التخريج صحيح؟ نعم نعم هو تم تمديد إلها لمدة ستة شهر من قبل رئيس هيئة الطيران المدني العراقي الأستاذ الأستاذ عماد الأسدي تم تمديد إلها لمدة ستة أشهر مقابل أموال مقابل أنه رشب هذا الموضوع طبعا انتهاء عقد المفروض قانونيا المفروض يتم طرح مناقصة وعروضات لتقديم عروضات لشركات أخرى يعني ممكن حتى شركة بيزنس انتل لو أنه كانت مطابقة للمواصلات طبعا هي غير مطابقة ممكن تفوز بالعقد لكن التمديد يشبه شائبة نعم هناك تواطق لذلك اليوم عملهم بشكل قانون ينحصلوا على تمديد من هيئة الطيران المدني الجهة المسؤولة التي لديها إمكانية بطرح المناقصات وتمديد العقود لكن التمديد هذا غير قانون غير أنه الشركة هي أصلا يعني غير مطابقة لشروط والمواصفات لذلك هذا عملها اليوم نعم هو ما تم الإعلان عن التمديد لكن نعلم أنه هناك تمديد صدر القرار بالتمديد للشركة واليوم نشوف الشركة هي ما تدفع أبوال للموظفين وسرقة الأموال بعد انتهاء طبعا انتهاء مدة ستة شهر نشوف من شهر تشرين الأول اكتوبر 2023 نعم نحن على وشك انتهاء المدة ستة أشهر سرقوا أموال الموظفين طبعا بالتعاون مع جهتي الأستاذ فراسي العزاوي مع الأستاذ حفيظ أوكتا سرقوا الأموال كذب بمعن أنه اختفى إلى جهة مجهولة اليوم سرقت أموال الموظفين وذهب هو هذا واقع طيب أستاذ رحمد ما المصلحة في الإبقاء على رئيس الشركة ودعمه بهذا الشكل هذا الدعم يأتيها من أحزاب لديها عمق ميليشاوي ما المصلحة في ذلك نعم هذه الأحزاب تمنح تمنح العقود لهذه الشركات هكذا شركات حتى تظل تحت الابتزاز وتقدم أموال وتقدم رشاة هذه الأحزاب استفادت وتحديداً نحن العصائب اليوم نتكلم بشكل أكثر أدق حتى لأننا اليوم عدنا أكثر من 72 فصيل مسلحة وعدنا كثير من الأحزاب اليوم العصائب هي من تسيطر على المطار حتى السيد العامري الذي تم تعيينه هو مدير للمطار ورئيس هيئة الطيران المدني هم جميعهم يتبعون إلى حركة عصائب أهل الحق في العراق واليوم يبتزون الشركات العاملة في المطار يبتزون حتى صاحب التكسي حتى تكسي بغداد يبتزون حتى الموجودين داخل المطار يدفعون الأموال طبعاً غير مطابقين للشروط يعني اليوم إذا تذهب إلى مطار بغداد تشوف مطار تترب تشوف حتى الماركتات اللي داخل المطار هي ما مطابقة للمواصفات وشروط العالمية أو شروط الفنية لكن تعمل خارج الضواب لأنها تدفع أموال لهذه الشركة تدفع أموال لمدراء لأحزاب ويتم التسطر عليها عبر اسكاد من برلين الكاتب والباحث السياسي أحمد العلواني شكراً جزيلاً لكم